اللي صار هو الآتي طبعا حلبتشة قد تكون حلقة خلي نقول مو بآخر سلسلة وإنما في وسط السلسلة أي بمعنى سبقتها حلقات من ضرب المدن والقرى الكردية من قبل النظام الحاكم شو اللي صار قبل أحداث حلبتشة؟ نفس مال حلبتشة ضرب للقرى وتدمير وتهجير للأكراد بدأت الأنفال من السبعة وثمانين ثم حلبتشة واستمرت إلى نهاية الحرب العراقية الإيرانية السبب هو الآتي طبعا الأكراد معارضة للسلطة للحكومة هم في أواصط الثمانينات حاولوا الصير قبل أواصط الثمانينات تحديدا 83 على 84 مفاوضات ما بين جلال الطلباني وصدام حسين واجتمع مع العلم جلال خارج العراق ومعارض واجتمع سويا وأراد أن يتفق على الكثير من المسائل الخلافية اللي هي موضوع الأكراد يعني والثورة الكردية ومطالبهم معروفة يعني قصة قديمة مجديدة من الأربعينات فبدأ صدام يهجم على القرى التي يتواجد بها البيش مرقة وهنا عن طريق الجيش العراقي وعن طريق نصف الأكراد لأن صدام استطاع أن يشتري عددا من الأكراد سموه بالجحوش جحوش؟ العراقيين يسموهم جحوش الجحش هو الحمار يعني يسموهم الجحوش العراقيين الشعب الحكومة يسموهم أفواج الدفاع الوطني أو شي من هالقبيل الدفاع الوطني هذول كل شيخ قبيلة كردي عدة خلافات مع البرزانيين مع الطلبانيين يميل إلى جانب بغداد والحكومة يعرب عن استعداده لمحاربة الأكراد والبيش مرقة يعني ضد نوعي من نفس رضعة بس مقابل طبعا أموال مغرية وأنا أعرف شخصيات وشيوخ كانت الأموال تأتيهم بالخليج يسموه شوال بالعراق يسموه قونية والقونية عندنا بالعراق نوعين نوع بها خط أحمر نوع بها خط أزرق فمن القواني أو الشوالات الخط الأحمر تروح بالمئات إلى شيوخ القبائل وهكذا بدأ الآن استخدام الأسلحة الكيماوية منها المخففة ومنها الثقيلة لكن ما يتعلق بحلبشة قبل حلبشة دامة متأشرت إلى موضوع الأنفال بس بشكل سريع نعرج من الأنفال ونصل إلى حلبشة هنا بدأت الأنفال اللي حدثتك عنها بدأت هنا هي ليش سميت الأنفال اللي آية بالقرآن اسمها الأنفال يعني أنه يستبيع المال والعرض والحلال من هو أطلق على الأنفال أحد القادة العسكريين وصدام أيده وسميت حملة الأنفال إعلاميا بالعراق يعني التسمية مو من صدام وإنما من قائد عسكري أحد القادة اللي ما أدري رئيس أركادي جيش ولا قائد فرقة فيلاق الهدف تطهير كردستان من هم ضد النظام بالضبط وعقاب لأهل القرى اللي احتضنا بالضبط ليش سولفت لك أو حشيت لك قصة أنه خال فؤاد وإجع متعمد أنا يعني حتى أقل لك بأنه القرى تحتضن النظال الكردي ضد النظام في بغداد بس هو النظال في كردستان يعني ضد جيش جاي من الجنوب أنت هاي مشكلة وأني واحد من الناس كنت أسأل أقول غريبة يعني ابن البصرة والناصرية والعمارة والنجف وكربلة وبغداد شعدة جاي هنا جاي بيه جيش ويحمي ويقاتل وكتديه المفروض هذولا أكراد تتفاهم معاهم يعني ماكو داعي جيش وقتال وهالمسائل الذيني فبدأ الانتقام من هاي القرى ومصادر القرى شنو يعيش يعيش على زراعته وعلى الأغنام والصخولة عزكم الله التي التي يمتلكها والأبقار في بعض الأحيان هذا يعني الماشية والحيوانات اللي يمتلكها ويعيش على الزراعة فأنت صادرت هذني كلهن الزراعة حرقت حرقت قريته وصادرت الماشية وصادرت أموالها المنقولة غير المنقولة وفوق كل هذا أخذتها قتلتها وتفنتها في صحراء السماوة طيب فهي الأنفال هي كانت البداية اللي وصلتنا بعدين أيضا إلى أحداث حلبجة مضبوط شنو اللي صار هنا ليش تطور الوضع هالمرة تم استخدام حسب ما نقل بعدين في وسائل الإعلام استخدم نظام العراق الكيماوي صحي حلبجة يعني هنا أغلب المدن والقرى محاذية للحدود الإيرانية العراقية يعني من جهة سليمانية سليمانية محافظة قريبة من إيران ملاسقة ومحاذية لإيران لا تفصل سوى الجبال يعني والأكراد هما أصلا يعيشون في الجبال فدخل دخلوا الإيرانيين ومعهم معارضة عراقية وخاصة جماعة جلال الطلباني لأن نفوذ جلال في السليمانية نفوذ مسعود في أربيل ودهوك هالشكل متقسمة كردستان هنانا مني تقولي الإيرانيين دخلوا 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 العراق إلى جهنة إلى الإسليمانية نعم وصار قتال مول إسليمانية لا لا حلبش وصار قتال مع الجيش العراقي قتال ضاري وراحوا ضحايا من الطرفين كثيرة لكن بأمر يبدو من صدام والقائد العسكري المسؤول عن هذه المنطقة اللي هو من الطاب هو الآن يتهم نزار الخزرج اللي توفى سلطان هاشم كان قائد وما أدري إذا بقيت القادة الآخرين على أي حال فأنت عوامر بالانسحاب بس المسؤول عن ضرب الكيماوي بالدرجة الأساس علي حسن مجيد علي حسن مجيد لأن كان هو المسؤول عن الشمال عن كردستان حزبيا وأيضا إلى سلطة على العسكريين والجيش ولذا سميه على الكيماوي لأن السؤال وين استخدم الكيماوي قابل استخدمه ببغداد ولا لا استخدمه بحلبش فسميه على الكيماوي فالمسؤول الأول طبعا صدام الثاني على الكيماوي الثالث القادة العسكريين اللي نفذوا هذا الأمر